تنطلق اليوم في ولاية نيوهامشر الأمريكية الجولة الثانية من الانتخابات التمهنية لاختيار مرشح الحزب الجمهوري للسباق الرئاسي وتظهر استطلاعات الرأي تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفارق كبير على منافسته الوحيدة حاكمة ولاية كارولينا شماليا نيكي هالي الجولة الثانية من السباق نحو كرسي الحزب الجمهوري للرئاسة تنطلق في ولاية نيوهامشر الأمريكية بعد أسبوع من فوز ساحق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ولاية آيوا وانسحاب معظم منافسيه ترامب يتطلع إلى إنهاء سباق الانتخابات التمهيدية مبكرا والتركيز على الانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر القادم لكن منافسته الوحيدة حاكمة ولاية نورد كارولاين السابقة نيكي هيلي تحاول الحصول على دفع ددعم قوية تعيد إحياء الأمل إلى حملتها بعد نتائج مخيبة للأمال في الجولة السابقة أحدث استطلاعات الرأي أظهر التقدم الرئيس السابق وحصوله على 60% من الأصوات بينما حصلت منافسته هيلي على نحو 38% من الأصوات حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتس انسحب من استباق الانتخابي قبل يوم من بدء الاقتراع في نيوهامشير وأعلن دي سانتس دعمه الكامل لحملة ترامب في الحقب المرشح في فيكرا مسوامي الذي انسحب بعد الجولة الأولى وقدم الدعم للرئيس السابق وبعد الانتهاء من الاقتراع في نيوهامشير تتجه الأنظار إلى ولاية نيفادا التي تستطيف الجولة الثالثة من الانتخابات التمهيدية في الثامن من شهر فبراير القادم